بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة ونتناول الدرس السابع قضايا ومشكلات ذات علاقة بمعلم التربية الخاصة نتناول أولا صفات معلم التربية الخاصة الفعال هناك عدد من هذه الصفات أولها يتلقى تدريب ما قبل الخدمة ويطور نفسه باستمرار وهنا له عدد من المجالات اللي يتطور نفسه فيها مثل معرفة الطرق والأساليب معرفة علم النفس والتعلم الذاتي ومعرفة القضايا المدرسية أيضاً امتلاق قدرة التواصل الفعال مع المحيطين به وهنا لها عدد من العناصر مثل التعاون والعلاقات الاجتماعية الجيدة وإدراك القيم والقدرة على المحادثة والملاطفة أيضاً امتلاق مهارات تدريسية جيدة وهنا له عدد من العناصر مثل مراعاة الفروق الفردية قدرة وضع البرنامج وضوح الأهداف وامتلاق منهجية محددة في العمل أيضاً حب الأطفال ذوي الإعاقة وهذه لها أيضاً عناصر مثل القبول والتشجيع والعدل واللطف أيضاً التصرف بحرفية والالتزام بالعمل ولها عدد من العناصر مثل حب المهنة والالتزام والوعي بقيمة المهنة وإدارة الوقت وأيضاً الخصائص الشخصية الجيدة ولها عدد من العناصر مثل المرونة والتخيل الإبداعي وتقدير الذات والمزاج الجيد والثقة لو تكلمنا الآن عن عوامل ضمان استمرارية معلم التربية الخاصة بعمل وحقيقة هناك عدد من العوامل المرتبطة بقرار معلم التربية الخاصة ترك التدريس ومن بين هذه العوامل العوامل الشخصية وغيرها فكان لابدنا أن نتكلم عن عوامل ضمان استمرارية معلم التربية الخاصة بعمل وكما هو واضح أمامنا أولها برامج التهية والاستعداد حقيقة كثير من المعلمين يتركون مهنة التعليم يعني بعض الدول نصف هؤلاء المعلمين يتركون هذه المهنة ضمن الخمس سنوات الأولى من العمل في بعض الدول إذن أحد أهم الأدوار التي يجب أن تقوم بها المدرس حيال ذلك أن تعمل على تقديم الدعم للمعلمين الجدد في السنوات الأولى من الخدمة وتوعية المعلمين في هذه السنة من التدريس لتقدم لهم نوعا من الدعم الضروري لهم ثانيها تحديد الدور طبعا تحديد الدور يواجه كل معلم جديد أو ذوي خبرة حتى إرباكا يتعلق بدوره كمعلم للتربية الخاصة في المدرسة ومن الصعب إيجاد اتفاق على أهداف برامج التربية الخاصة وأدوار معلم التربية الخاصة وأولوياته وطريقة تنظيم وننشاطاته ووقته وتمثل مشكلات تحديد الدور بعدم وجود المعلومات الضرورية لوظيفة المعلم ومهمات وهذا يحدث عندي ما يسمى بصراع الدور بعد ذلك الدعم وظروف العمل الإيجابية المعلم الذي ينظر للمدرسة كمكان جيد للعمل ستزيد احتمالية بقاءه في التدريس وتشتمل الظروف الإيجابية للعمل جوا مدرسيا إيجابيا ودعم الإدارة للمعلم ودعم الزملاء لبعضهم في التدريس أيضا هذا إضافة إلى دور المسؤولين في المديريات بشكل عام آخر شيء التطور المهني طبعا يعد التطور المهني دعما ضروريا لكل المعلمين وهو ضروري لنمو الطلبة وتحصيلهم وهنا ممكن أن نقول أن النجاح الطلبة يساوي التدخل الملائم زاد نظام تقديم الخدمة زاد برامج التطور المهني فدائما المعلمين يرغبون في فرص جديدة فيها تحدي لأنهم يريدون التعلم وتطوير مهارات جديدة والحصول على معلومات عن ممارساتهم لو تكلمنا الآن عن قضايا تتعلق بإعداد وتأهيل المعلمين الجدد من هذه القضايا المعرفة بالمحتوى التدريسي للتربية الخاصة وفرص الممارسة والتدريب وتطبيق المعارف في غرفة الصف وأيضا من هذه القضايا الإعداد المتعلق بالإدارة الصفية لو تكلمنا الآن عن تجارب الدول في مجال إعداد معلم التربية الخاصة أول شيء نتكلم هنا عن قضية تجربة المملكة العربية السعودية وأكتفي بالكلام فقط عن تجربة جامعة الملك خالد فتجربة جامعة الملك خالد في إعداد معلم التربية الخاصة متمثلة في برنامج البكالوريوس وبرنامج البكالوريوس فيه ثلاث مسارات مسار صعوبات التعلم ومسار الإعاقة العقلية ومسار الإعاقة البصرية